موسيقى اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي ربما في حديثي عن مبوع اليوم سانطلق من مقول لكاتب ومنظر امريكي سياسي منظر اجتماعي وسياسي اللي هو نعون شومسكي واحد من اشهر المنظرين في امريكا منذ سنوات عديدة والآن يقول بالنص وهي مقولة صحيحة وحقيقية لا يوجد بلد فقير بل يوجد حكومة فاشلة وهي حقيقية هذه المقولة جدا حقيقية وهو ينتمي الى بلد هو اللي جاب انه هذا الخراب وجاب انه هاي الحكومات الفاشلة وجاب انه هاي الثلة الفاشلة الفاسدة المخربة التي دمرت العراق انطلق من هذه المقولة لو يشير الى مؤشر الدول الاغنى على مستوى العالم صدر هذا مؤشر عالمي يصدر ليبين اغنى دول العالم وهي اغنى دول العالم ما عدتها من ثروات ما عدتها من امكانيات وكان العراق دائما يعتبر من اغنى الدول لانه عند النفط وعند معادن كثير وعند شعب شعب حيوي خاصة الغالبية العظمى من الشعب العراقي من الشباب ولديه نهرين فرات ودجلة ولديه ارض زراعية واسعة ولديه صناعات هكذا كان يوصف العراق ولديه تعليم جيد ولديه مستشفيات جيدة ولديه قدرة وفكر متطور يعني يتناسب مع تطور الحياة ويريد ان يواصل وينهض ببلده نعم جتنا حروب وجتنا احتلالة وانتهى الموضوع هذا لكن هكذا كان يعتبر العراق الان هذا المؤشر اللي صدر قبل ايام مؤشر الدول الاغنى على مستوى العالم وجدنا ان العراق خارج هذا المؤشر مع الاسف الشديد يعني خارج مؤشر الدول المية الاغنى في العالم برغم كل الثروات التي يمتلكها برغم انه هو واحد من بين الدول الخمسة الاكثر تصديرا للنفوط والاكثر ربما احتياطيات للنفوط في العالم لكن واحد من البلدان الان الفقيرة التي تعتبر في خانة الدول الفقيرة وعندما نقول فقيرة نأتي الى يعني ماذا فقيرة ونعود الى مقولة لا يوجد بلد فقير بل يوجد حكومات فاشلة يوجد حكومات فاشلة فعلا حكومات فاشلة حكومات فاسدة وفاشلة ومخربة وبعقول كسيحة استرقوا البلد طوال عشرين سنة استرقوا كل امواله لم يقدموا شيئا للعراقيين قدموا الخراب قدموا الجهل الآن هذا البلد الذي العراق الذي كان يتفاخر بانه خالي من الأمية خالي من المخدرات الآن اكثر من عشرة الى اثنعاش مليون أمي في العراق الآن العراق الذي كان خاليا من المخدرات الآن بلد يصنع ويزرع المخدرات ويصدرها محطة لتصدير المخدرات عكارثة كبيرة جدا هكذا صار العراق وأما بالفقر فهو الوطالة البلد الثالث عالميا في البطالة يعني بين دول العالم كلها العراق ثالثا على العالم في عدد العاطلين عن العمل مع الأسف الشديد وفي الفقر يعني يتحدثون عن تقارير دولة يتحدث عن 30% من الشعب العراقي تحت خط الفقر وتحت خط الفقر يعني واردهم اليومي لا يزيد عن 3 دولارات وفوينت 2 العشرة يعني حوالي 4750 دينار عراقي اللي يكون وارده اليومي 4750 أو 5000 دينار عراقي لا يستطيع أن يعيش هذا تحت خط الفقر وهذا معدول نهائيا لا يستطيع أن يعني يوفر خبز لغياله لا يستطيع أن يعني خارج حسابات الحياة لا يستطيع أن يواكب الحياة في كل متطلباته لا متطلبات الغذاء ولا متطلبات اللبس ولا الدراسة ولا الصحة ولا كل شيء والبنك الدولي يتحدث عن أنه أكثر من 50% أكثر من نصف السكان العراق وطبعا هذه هذه الإحصائية مو دقيقة هي أكثر تحدث عن أنه أكثر بحدود 50% من سكان العراق فقراء الحقيقة أن كل سكان العراق فقراء مع عدد طبقة التي تحكم وحواشيها من لديهم ميليشيات وحمايات ومن يعتاشون عليهم هذه الطبقة الأميبية التي تعيش عليهم هي هذه التي تسرق كل الأموال أما الشعب العراقي فكلها فقير بالتالي أنت أمام هذا الواقع بالتأكيد سيكون العراق خارج مؤشر الدول المية الأكثر غنى في العالم يعني الغنية في العالم إذن هو من الدول الفقيرة جعلت العراق من الشعوب شعبة من الشعوب الفقيرة في العالم مع الأسف الجديد طبعا جراء التردي الاقتصادي سياسات الفوضوية التي أنتجتها الحكومات التي صنعتها هذه بحكومات المتعاقبة الفساد المستشري كافة القطاعات نسبة الفقر ارتفعت نسبة البطالة ارتفعت المساحة توسعت هكذا هو حال هذا البلد يعني من يريد أن يصف العراق ويعترف بحكومته ويعيد نظامه ويعيد سلطة عليه أن يعرف كل هذه الحقاق هذه السلطات التي يؤيدونها هذه السلطة التي يؤيدونها في العراق هي من أوصلة العراق إلى هذا المستوى والحديث عن إصلاح وحديث عن كذبة كبيرة جدا جدا لأن هؤلاء قد يعني استسهلوا الفساد وصار الفساد جزء من حياتهم الرشوة والفساد والخراب والاستحواذ على الآخرين جزء من حياة الآخرين والناس بدأت تستعين الفقرة الناس تستعين بميليشيا على ميليشيا لكي تحمي نفسك يجب أن تنضم إلى ميليشيا حتى تحميك يتأخذ من عندك المصريين يقولون أدي العيش لخبازه ولو يأكل ثلاثة أربع وهذا منطق يعني مع الأسف الشديد ما احترامنا لكل أخوتنا المصريين هذا منطق الضعفاء أنا أنطي ثلاثة أربع الخبزة إلى يعني إلى من يعرف كيف أأخذها وأنا أأخذ الربع المهم وأقبل بيلا لكن العراقين لا يساووها الآن أموال كلها يأضي ثلاثة أربع أو أكثر من ثلاثة أربع الميليشيا معينة لكي تحميه لكي تحميه فقالديه أقل من الربع لكي يعيش به وهذه كارثة كبيرة الآن لا تستطيع أن تحمي نفسك إلا أن تكون تحت مظلة ميليشيا معينة وبالتالي بلد ميليشيات هي التي تتصرف وهي التي أفقرت البلاد وجعلت العراق هذا الغني بثرواتها تصحر وفساد وخراب وزراعة وصناعة واتجارة تحول البلد إلى بلد مستهلك مستورد والكل يبحث عن العمل وعاطلين عن العمل ومصيبة كبيرة جدا جدا فبالتالي العراق خارج مؤشر الدول الأغنى في العالم العراق خارج مؤشر الدول المئة الماء الأغنى في العالم حقيقة وهو كان من ضمنها وكان يشار إليه بالبنان مع العلم أن العراق ما زال لديه من 60 إلى 65% من القوة الشابة من الشعب ومن الشباب ما زالت فيه ثروات كامنة ما زالت فيه قدرات ممكن إحياءها لكن الآن بفضل طولة الفاسدين المخربين الذي جاءوا وحكموا العراق وصل الحال إلى ما وصل إليه مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة